مدين الآن مع الفقرة التفاعلية وأحدث موردة على وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً مع الصورة صباح الخير صورة صباح الخير روان صباح الخير كارلوس وصباح الخير لكل اللي اللي عم بيتابعونا نهلا اليوم كارلوس والسؤال ما رح واجهه لك رح واجهه بس لروان تفضل روان شو بتعملي انت وسيئة؟ أنا ما بعمل شي أنا صورة ممنوع تحكي ولك كله معنا بعل الأغاني على الآخر وبتعيني بغني كمان وبدندن وبعيش الحياة اللي أنا أحباها يعني حتى بالسيارة روان بتغني وين ما كان حطة لروان بتغني مفيش مجال مفيش مجال يا صورة مفيش مجال أنا مثلك روان بس أنا الفرق بيني وبينك أنه صوتي أبشع شوية يعني هيك بشع شوية صغيرة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو نشرته صفحة باسكيتو تحت عنوان أشياء غريبة يحلل الفتيات القيوم بها أثناء القيادة فلنثابع موسيقى 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 خاصة إذا كنت لحالة هيك كمان ممكن يعني توقع بالجال التحت حلق ما تفضحنا على الهواء أنه عامين كذا حادث سير بس أنه نشل حال سواء في العلوم أو في مطبخنا فإنما كانت الروبوتات تستاد يوما بعد يوم في حياتنا اليومية ففي أشياء مثل البحث والإنقاذ والصناعة والفضاء أو العمل الصحي والتدبير المنزلي اليومي والعديد من المجالات الأخرى ستكون أكثر سهولة وجاذبة بواسطة مساعدة تلك الروبوتات كما هو موجود بهذا الفيديو فلنتابع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبهذه الوسيلة تمكنت الأم من السيطرة على بكاء طفلها المتواصل بانشغاله بتشفيف أنفه الذي اعتقد أنه يسيل نتيجة لانعكاس تطبيق على الهاتف النقال جعل كل من يشاهد الفيديو يدخل في موجة ضحك واسعة فلنتابع ترجمة نانسي قنقر يعني كارلوس معك حق كنت عم تقول إنه صغير بس بيفهم صغير يمبين عم يفهم عم يطلع بحاله شايف يعني فهمان الوضع شو هو هولي الأبليكيشن يعني خالصة على سناف يعني أغلب الأطفال مثلا بنحط لهم مثلا دينان وولسان الكلب كمان بيعملوا نفس الشي بيمبسطه بكيفه صح نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب فيديو لها وهي تجلس على الأرض للاحتفال بشهر رمضان وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت معلقة على الفيديو يلا نجهز الفطار رمضان كريم شهر الخير فلنتابع سلامتوا طيبين لسا أطفال حاجات من الأرض خير من الأرض طماطم لأنني أنام الكبأ سلطة بنام المحشي شيرين عبدالوهاب صغعي نعم للطازح بس أنا نطلبين رمضان سعيد وكل ان شاء الله ينفسوا حاجة وهو الله يعبره وربنا وهو بيصالي كده في رمضان يعني شيرين معروفة إداء مهدومة وإداء طبيعية وخاصة بشهر رمضان يعني كيف عم تنقل الخضرة وقد دي حضر عفويتها كمان إنه كثير من الفنانات صاروا يلجأوا ليل العفوية زي كمان سبقتها نجوة كرم يعني أنا دايما بتحب بتقول أنا بحب الخضرة ودايما بتشارك متابعيها من الأرض اللي عندها بس بدنا نشوف يعني من بعد ما قطفت الخضرة إذا شاطرة بتحضير السلطة صحيح ولا بس الموضوع بملعب الفنانيارة هونيس بما إنه ما سواريت فيديو شكل الطبخة ما زبطت معه برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الاثني عشر ويحتفل موليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم في الفترة من الحادي والعشرين من شهر مايو وحتى الحادي والعشرين من يونيو في الفيديو القادم نتعرف على أبرز مواصفاته ومشاهيره فلنتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني في كتير من المشاهير برجهم من برج الجوزاء يعني وكمان في معنى زوملة كتير بالفيجين هوني مثل حسنين وناصر كمان من برج الجوزاء القناة كلها برج الجوزاء بس أكتر شي كمان منواجه فاحية لعيارة يلي عيدة قريب مثل ما شفنا يارة ورغب عليمي فودال ودينا حي أكيد كان بعد فيه مشاهير بالفيديو أكيد كد كلهم بأنقلهم على بالمية إلى هنا تنتهي فقرتنا نستقبل مشاركاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة نشكركم للمتابعة وهلأ عودل عند روان وكارلوس شكراً صلاة